جمهور مدينة العلائش العزيزة ضيوفنا الكرام نزحبت من مخيئة الكلمات وتصبقت لديه العبرات فأيهم أخطر لكن لكل بداية النهاية وها نحن اليوم نحط كلمات ختامية لفعالية مرهجان العلائش الدولي للتقافة والفنون والقراط في دورته السابعة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأدام الله عزه مر من زمن هذا المهرجان خمسة أيام وما هي إلا ساعة قليلة ونطفئ شمعة هذه الضرة التي تأتي كل سنة احتفالا بدكرة ربع مولانا أمير المؤمنين حامل ملة والدين عشى أسلافه الميامين احتفالنا هذه السنة تشاطرناه مع زمهورنا العزيز الذي كان وفيا كعادته وكذا فعالية المجتمع المدني وكل من ساهم في إنجاه هذه الضورة وعلى رأسهم سيد عامل صاحب الجلالة على أقليم العلائش السيد مصطفى النوحي مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة المجلس الإقليمي المجلس البلدي لمدينة العلائش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكالة تنمية أقاليم الشمال وكل المدعمين الخواص ونسخ الخواص